السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسماء اليوم البنات بغيتم نشارك معكم واحد الوصفة اللي زوينا بزف 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 وبغيتم نقول لكم كيف دين نبتع اموركم كيف دين عامدين مع الحجر الصحي اموركم زيانة دمنا تكونوا كلكم في داركم مخرجتوش ونشارك معاكم واحد الحاجة اللي ايجابية لهاد الحجر الصحي انني انا جبت واحد الكتوبة وكانوا عندي اقدامين اقدامين ونقرأهم وقمت فيهم هذه الوصفة وقلت لا بود نشاركها معكم شوفوا البنات شوفوا ما كيف دين عام من الوصفة واحد الجوج ثلاثة اربعة اربعة الكتوبة لدي واحد اخر ما نعرفش في المدفة عندي شي خمسة الكتوبة كلهم عامرين فيهم وثفات تنظل بزف بزف البنات الوصفة الحجر الصحي سوف نقصه في الدار و نجد كتبه لدينا نقرأه و لقيت فيهم وصفات صراحة ما كانين لف اليوتيوب و لفتاشي حاجة قدامين عندي و شحل من ماسك زعما فايت لفتو شحل هاتي و لقيتهم كتب فاليوم جبت لكم وصفة رو عزف مدام بنات يسولوني على وصفة الكلف اليوم جبت لكم وصفة الكلف هذه الوصفة لبنات بالضبط هذه هذه دكتور عماد ميزاب رفتت لكم وصفة زيت الفلفلة كانت لقيت نجاح كبير و عجبت بزفة لبنات انا كنتيق بزفة الوصفة لبنات اولا هو دكتور في الصيدالة ثانيا غصائف تداوي بالاشياء الطبيعية فوصفاته ناجحة بزفة و ما عندكم منها شخافوا منها الوصفة دياله اللي نجحت و بزفة اللي بنات داروها و اعطاتهم نتيجة تحيد منهم الكلف و تحيدوا منهم الطبيع في وجههم و بثم قال اللي قدر يبغطاجيها يبغطاجيها و يوصل الفكرة غير موصلوا بطريقة صحيحة تحتجوا ما كذلك حاولوا سبارتاجي و هاد الفيديو اللي تتعرفوها عند هالكلف بزفة وجهه و مال قسمة تدرلو فعليكم بهاد الوصفة هادي يلا و تشوفوا الوصفة موسيقى الخرقوم البلدي عرق او الكوركم اللي يكون مطحون شريتي هنتية و تحنتي يعني مشي شريتي دي العبار انا هاكا غدي نشارك معاكم الوصفة كيف تقالت باش عطيكم نتيجة رائعة يا البنات خصوصا اللي كيعانيوا من الكلف مدة طويلة معلقة صغيرة و غدي تحتاجي كذلك من العسل العسل الحر عسل حر كنأكد و كنعاود نقول لك عسل حر كنعاود مغالق كبار دي العسل الحر و معلقة صغيرة دي الكوركم و معلقة صغيرة دي زيت اللوز الحلو معلقة صغيرة دي زيت اللوز الحلو كنحاول نشرح باش توصل الفكرة و ما يوصلونيش تعالق في هم نفس الاسئلة حاول الونات تتبعو الفيديو من الول حتى الاخر انا ما غديش نستعمل الوصفة ديال العسل حيثاش انا عندي حساسية ديال العسل وخيكون العسل الحر كيدرني في البشرة ديالي فالبنات اللي ما عندهم مش مشكل في العسل الحر استعملوا هاد الوصفة رائفيكاس روعة مدة ديال 3 شهور كتبال لكم تحيد لكم الكلف ان شاء الله يعني كيبدا تبال لكم النتيجة مرة وجوج وثلاثة كتلاحظوا ان الفرق تحيد يعني الكلف تحيد لكن مشي نهر الاول ولا يومين ولا ثلاثة المرات هديرها وصفة طبيعية يعني كتبغي المداومة بالنسبة للبنات اللي ما عندهم مش لعسل الحر وعندهم في حالي حساسية ديال العسل غادي نشارك معاكم وصفة تهية دير الدكتور بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لعسل الحر في الدار فلي ما عنداش لعسل الحر في الدار ما تديرش عسل عادي تنأكد ليكم عسل حر الوصفة التانية اللي انا غندير في البشرة ديالي غندير معلقة صغيرة حتى هي راها ديال الكلف معلقة صغيرة ديال هاد الكوركم او الخرقوم نزيد عليها ربعات المعالقة ديال دانون مسوس او يوغورس مسوس حالها هكاية وغادي نضيف عليها معلقة ديال زيت اللوز الحلو عندكم البنات زيت سالمية زيت معلقة صغيرة اللي كنتِ امتوفر عليك او بنسبة للقريبة تشريها سابقا تشريها وزيديها كنتي كتشوفي ان الوجه ديالك عنده عنده في ككل كبه بزاف أسا في وقت تحركي هاد المكونات نضيفها على البشرة خرقوم زبادي زيت اللوز زيت السالمية نضيفها على بشرة نقية المدة التي تحتاجها فيها يوغورت يوغورت مرات في الأسبوع و تجعلها في وجهك ساعة إلى ربع يعني ساعة إلى ربع 45 دقيقة تجعلها في البشرة و تغسلها و بالنسبة للعسل الحر سوف تغسلها فقط من ساعة و تغسل وجهك هذا قال الدكتور و أنا جاءت لكم بمس داقية هذا الشيء اللي قال سوف نضيفها على وجهي بعد ما يكون داب هذا الكوركم كامل و هنزو ما كتشوفر ما كتخليش لكم لوجه ديالكم صفر ثلاثة نستعملها بعد غضلة و نعود نديرها لوجهي و بالنسبة لهذه اللي قلت لكم ديال العسل واحد الحاجة نسيتها من اللي غديروا العسل و الكوركم و زيت اللوز اللحلو غديروهم في حمام مريم حتي يسخنوا المقادير و يضوب هاد العسل و من بعد ديروها على وجهكم غير باشين دامجوا لما درتوها في حمام مريم العسل لا يتخلط بحلها مع العسل نتمنى تكون الفكرة وصلت و الشرح وصل هو هذا كيف شفتوا في الوصفة انا حاولت نبغطاجها معكم كيف كنا صحيب عليا باش ندير الوصفة هكا قدم التليفون و الحجاب كي صعب ما كنتمكنش لك تديرها و تديرها في عنقك و تديرها في بلايس يعني حجاب كي يكون مغطي لك فما الأفضل درسها بحلاكة و اللي غنأكد عليها لبنات العسل الحر انا اكدت عليكم حاولوا تكون عندكم العسل الحر اللي غديروها فيه مثلا الوصفة اللي قلت لكم اللي اللي ناجحة مليون في الالف انها اللي فيها العسل الحر و فيها الكوركم و زيت اللوز الحلو هادي الى مع بشرتك ش ما كتتحسس من العسل الحر و عندك العسل موالفة كتديريرها العسل معروف 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 بزاف كي يبيض كحيد الطبايع و زياد على الكوركم كي حيد جاميع الطبايع اللي عندك في البشرة فديري هادي و تبعيها و النتيجة كاتبان قلت لكم على ثلاث شهر يعني كتشوفي النتائج مرة على مرة كتشوفي ان الكلف بدك يتحيد و كيتنقص اما الوصفة الثانية فهادي الثانية اللي شاركتها معاكم و درتها انايا فهادي البنت يوغورت نسوس راكم شفتو كيفاش درت لها هادي بالنسبة للبنت شي وحدا ما عندهاش لعسل الحر في الدار او عن جهة غالي و ما كتصعيب علا باش تلقاع عسل الحر طبيعي ديري هادي اللي تهي باحتاجتها معاكم و المرة هي ديالت و هاد الوصفة هادي غزالا غزالا بزاف كتشوفي و جهك تحس بوحد من نقف البشرة ديالك هائل هائل بزاف و بالنسبة للزيت الثالمية فزيدوا على هاد الوصفة انا ما عنديش وكي تشوفوا انا ما عنديش الكلف في الوجه فإلا عندكم الكلف في الوجه زيد وزيد السالمية ولعندك الكلف بالزك في الوجه ديري ما الافضل هادي ديال العسل لحقاش غدي تلقي واحد نتائج رائعة هادي ديال العسل قتلكم غتخليوها نصف ساعة وهادي غتخليوها ربعين دقيقة سمعتوني يا لبنس راك نحاول إلا جاكم الفيديو طويل راك نحاول غين تشرح لكم كيفش تخدموا الوصفة وما يوصلونيش أسئلة اللي كنكون قلتها في الفيديو فهادي ديروها ربعين دقيقة ديروها جوج مرات في الأسبوع ربعين دقيقة وغسلي وجهك وهادي ديريها نصف ساعة حيثش المفعول ديالها ركيبان وفيها الكلف بالزاف تدير هادي ديال العسل الحر راك تسبلك النتيجة وهادي ستسبلك النتيجة في مدة أطول مثلا هادي غتسبلك شهرين هادي غتسبلك فربع شهور سافي هاد الشيلي كايم وراه ما كتخليش لوجه ديالكم صفر أنا شفتو في الفيديو ما خلتش لي وجهي صفر كتخلي الكرطوبية في البشرة ايه كتغسلي وجهك كتخلي والبشرة ديما قبل ما تديري هكا الماسك حاول تديري شي تقشير إلا كانت بشرتك دهنية ديري شي تقشير شي مقشير هكا تغسلي به وجهك نظفي وجهك مزيان 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 هاد الشي لي كاينا البنات في الفيديو نتمنى يكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم واي وحدة فيها هكا الكلف يتحيد لها بإذن الله وما يبقاش فيها وتكون عجبتها الوصفة وما شفتو شي وحدة فيها كتعرفو عن قربختك أو خالتك أو شي وحدة بارتاجي معاها الفيديو باش تتطير هاد الوصفة ديال الي عندها الكلف ديال الولادة واللي كيعيشو في المناطق اللي كتكون في هاد الشمس ديالزاب ديالوجه ديالا كي ولي متضرر بهاد الشي دبايع ديال الشمس بارتاجي معاها الفيديو حتى الينا نكون ثالية الفيديو ديالي او وصل النهاية ديالو خليتكم فرحة الله وفي رعاية لله الى فيديو مقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة